في خبر آخر دعا الجيش الأمريكي الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات لحماية القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا بعد حباط هجومين شنهما مسلحون أمس الأول وكان الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ هو الأول من نوعه منذ توقف الهجمات الشبه اليومية والتي بلغت ذروتها بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في موقع عند الحدود السورية الأردنية في يناير ولم يقدم الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر خلال تصريحاته من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون سببا لتجدد الهجمات لكنه دعا بغداد إلى اتخاذ إجراءات